تحتل طائرات الهيليكيبتر مكانة مهمة بين الأسلحة الجوية تم تطوير المروحية الحربية لتطلق النيران على جميع الأهداف برا وجوا عندما تتواجد المروحية الحربية مع الهيليكيبتر المصممة لأهداف أخرى مختلفة تختلف أماكنهما ليست كل دولة تمتلك الطائرات أو الهيليكيبتر الحربية لأن تكلفة تلك الطائرات باهظة الثمن سنعرض لكم اليوم عشرة من أغلى الطائرات الحربية الموجودة في العالم أجمع هيا نبدأ WZ-10 WZ-10 إنها طائرة حربية ذات تصميم خاص بدأت أعمال تطوير الطائرات الحربية عام 1990 بدأت أعمال التطوير بالطائرات وخاصة الهيليكيبتر باستخدام التكنولوجيا واسعة المجال تمتلك WZ-10 جميع الخصائص التي يجب توفرها بالطائرات الحربية من المرجح أن الحياة فوق الطائرات الحربية تكون مرتبطة بالمناطق التي تغطيها تلك الطائرات يتواجد على WZ-10 سلاح لإطلاق قذائف 30 ملي مترا كما يوجد عليه صواريخ مصممة بشكل خاص ويوجد أيضا عليه صواريخ هوائية تبلغ تكلفة WZ-10 17 مليون دولار سوبر كوبرا بيل اي اتش وان سوبر كوبرا بيل اي اتش وان طائرة حربية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية صمم جسم الطائرة بشكل خاص وتم تطويره من جهة اليسار واستمرت فعاليات تطويرها عام 1985 تقوم الطائرة بسبب تصميمها الخاص بالهجوم 750 مرة كما يوجد عليها أسلحة من 21 ملي مترا وقذائف وصواريخ موجهة وغير موجهة يبلغ الثمن سوبر كوبرا بيل اتش وان واحدا فاصل سبعة ملايين دولار ام اي اربعة وعشرون انتجت احدى الشركات الروسية هليكيبتر ام اي اربعة وعشرين احدى الطائرات الحربية التي تحمل العساكر وتستخدمها خمسون دولة يرى الشباب بعمر الرابعة والعشرين ان تلك الطائرات قد تم استخدامها منذ فترة طويلة تستخدم روسيا سبعمائة طائرة ام اي اربعة وعشرين ومن بين الدول التي تستخدمها الجزائر وروسيا البيضاء وجمهورية التشيك والمجر والهند وكزاخستان وليبيا وبولندا يوجد بطائرة سلاح من 12.7 مليمترات كما يوجد بجانبها الايمن فوهة مندقية تعمل بنظام تلقائي يطلق قذائف 30 مليمترا كما يوجد عليه ايضا سواريخ موجهة اما تكلفتها فهي 12 مليون دولار ام اي ثمانية وعشرون ان ام اي ثمانية وعشرون ان طائرة حربية روسية تستخدم القوات الحربية الروسية ما يقرب من ستين طائرة ام اي ثمانية وعشرين ام يختلف الشكل الخارجي لتلك الطائرة عن الشكل الخارجي للطائرات الحربية الاخرى يتواجد الطيار بمؤخرة الطائرة بينما توجد الاسلحة بمقدمتها يتواجد بها سلاح قذائفي من ثلاثين مليمترا كما يتواجد بها صاروخان من ثمانين مليمترا كما يمكنها ان تحمل صاروخا ستة عشر مليمترا تكلفتها تبلغ ثمانية عشر مليون دولار بيل اي اتش وان زي فيبر انها طائرة حربية امريكية ذات محركين طورتها الولايات المتحدة لتناسب القوات البحرية يوجد بها نظام دوار كهربائي يعتمد على التنقل باربع شفرات للمروحية الرئيسية تستخدم لتحديد الهدف بدقة شديدة يستمر النظام التحديد الهدف بها لبعض الوقت ويحقق هذا النظام التحديد الهدف ليلا او نهارا وفي جميع الاحوال الجوية بدقة بالغة تكتب الاحوال الجوية على شاشتها ليلا ونهارا بوسطة نظام المؤشرات وهكذا يمكنها تسجيل المعلومات يوجد بتلك المروحية الكثير من الاسلحة حتى انه يمكننا مشاهدة اسلحة على جناحي المروحية فيوجد بها صواريخ وقذائف صاروخية ويبلغ سعرها 31 مليون دولار كي اي 52 إليكتور انها نسخة ثانية لكي اي ذات المقعدين بجانب وظائف كي اي إليكتور المتعددة فيمكنها العمل دون توقف اثناء الليل والنهار وجميع الاحوال الجوية قامت روسيا بشراء اولى طائرات كي اي إليكتور وبدأت استخدامها عام 2008 يمكن ان تتحمل الطائرة اطلاق قذائف من 23 مليمترا كما يوجد بداخلها مقاعد قذيفة للطيارين ويمكنها الطيران في الظروف الطارئة دون اي مشكلة اذا توقف المحرك تم تجهيز الجانب بقذائف من 30 مليمترا ويوجد عدة اسلحة بها الصواريخ الجوية والقذائف الصاريخية والقنابل تبلغ تكلفتها 32 مليون دولار يوروكوبتر تايجر RC-665 والتي تعرف باسم تايجرا في فرنسا وتايجر في ألمانيا إنها طائرة تم تصميمها عام 1984 لسد احتياج الألمان والفرنسيين لمثل هذه الطائرة يوجد ببنية الطائرة ثمانية صواريخ لإطلاقها من الهواء إلى الأرض تستخدم الطائرة الأشعة لتحديد هدفها كما يوجد بها سلاح قذائفه 30 مليمترا وقذائف صاروخية من 70 مليمترا وأربعة صواريخ ويبلغ ثمنها 39 مليون دولار إنها طائرة موجودة بجنوب أفريقيا طورها دينيل توجد أسلحة قذائف 20 مليمترا بأحد أهم المروحيات الحربية في العالم تطير تلك الطائرة على ارتفاع صغير فهي مصممة لتصل إلى عدة أهداف كما يوجد بها أقوى الأسلحة التي قد تتواجد بالطائرات الحربية في العالم أجمع ولكن تم تطوير تلك المروحية لتطير على ارتفاع أعلى كما تم تجهيزها لبداية الحروب ويمكنها حمل الصواريخ التي تطلق على ارتفاع قصير أما تكلفتها فتبلغ 40 مليون دولار إنها مروحية حربية خفيفة قامت إيطاليا وتركيا بتطويرها تم تغيير تي 129 لتتناسب مع اتياجات تركيا فقد طور المروحية الإيطالية بما يتناسب مع تركيا تستخدم الحاسوب وغيره من الأجهزة والأنظمة لكي تعمل ويوجد بها ثلاثة أسلحة لإطلاق القذائف من 21 مليمترا كما تحمل صواريخ هوائية وقذائف صاروخية ويقال إن تكلفتها بلغت 52.9 ملايين دولار إنها إحدى المروحيات الحربية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وقامت ببعض التعديلات بها لتتناسب مع تحديد الأهداف والتواصل وخطط الحروب والأسلحة بسبب بنيتها تكون من أفضل المروحيات لحماية الجو من الهجمات فهي تطلق الصواريخ من الجو إلى البر يوجد بها نظام سلاح دوار رئيسي وتعرف بأنها أغلى المروحيات الحربية في العالم فيصل سعرها إلى 61 مليون دولار شكرا لكم على المشاهدة نراكم في مقطع مقبل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة